السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه? يارب تكونوا بخير وباحسن حال. اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة جاي لكم وصفة جميلة قوي قوي. هنعمل مع بعض الهريسة السورية. الهريسة السورية طبق جديد على مطبخنا. والاول مرة بجربوه. هقول لكم بالامانة رأيي فيه. كطعم وكقوام. هاوصف لكم الطعم عامل ازاي? طريقة مختلفة تماما عن الطريقة المصرية. الهريسة المصرية بتاعتنا او الهريسة الاسكندروني بتاعتنا. قوامه كشكل وكطعمه كل حاجة. هتحسوا باختلاف رهيب لما تجربوا الهريسة السورية دي. لو بتشوفوني الاول مرة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي في المقدير والطريقة. يلا باسم الله. اول حاجة هحضر المواد الجفة. المواد الجفة اربع كبيات من السميد. اللي هو دي البسبوسة. معلوش اي اضافات من نجيبه من عند العطار او معلوش اي اضافات مجرد دقيق بسبوسة. الوصفة الاصلية بيستعملوا سميد آآ متوسط. بس السميد المتوفر عندنا سميد ناعم. هنشتغل بالمتوفر. اربع كبيات من السميد النعم. الكبيات المعيارية. اللي ساعتها متين وخمسين ميلي او متين خمسة وخمسين ميلي. اربع كبيات من السميد. وكمان عندي نص معلقة ممسوحة من الملح. الملح مهمة قوي قوي في الوصفة دي. وكمان عندي معلقة صغيرة من بيكربونات الصودة. او بيكربونات الصوديوم. او الكربوناتو. بتتجمن عند العطار. مش بيكينج بودر. لا كربوناتو. يبقى اربع كبات من السميد النعم. نص معلقة ممسوحة من الملح. معلقة صغيرة من الكربوناتو. وبقلب المواد الجافة حلوة جدا جدا جدا. وبعد كده هاخد دي السميد ده على جنب. بعد كده هحضر الشربات اللي انا هاجم به الهاريسة. الشربات ده مقديره عبارة عن كبايتين اللي ربع من السكر. يعني كباية ونص وربع. كبايتين اللي ربع. كباية وثلاثة ربع من السكر. او الاكواب المعيرية. كباية ونص وربع. كبايتين اللي ربع من السكر. عليهم كبايتين وربع من المية. مية عادية خالص من الحنفية. بالاكواب المعيرية او كبايتين وربع. هاخدهم ما كده على النار. وقبل ما شغل النار تحت الحلة. هابتيني اننا ديها تقليبة بسيطة خالص المية مع السكر. اللي حد ما يدوب نسبيا. قبل ما شغل النار. دابو شوية كده هبتدي ان انا اشغل النار لحد الغليان. لحد ما نلاقي المية مع السكر بيغلو كده. ولو في اي ريم او اي حاجة من السكر بشيله. تمام. هتغلي معي حوالي دقيقة واحدة بس وهطفي عليها. وهاخدها على الرخامة تب رد او يعني تهد من الحرارة الشديدة دي لمدة دقتين تلاتة. بعد دقتين هبتدي ان انا احط المواد الجفة. يعني وهي المية بالسكر سخنين. هنزل عليهم بدي السميد والملح والبيكربوناتو. وديها تقليبة. ما تخافوش خالص. مش هيحصل اي حاجة في السميد. تقليبة بسيطة خالص علشان حبات السميد تتفتح من المية السخنة بالسكر. تمام? تقليبة بسيطة خالص. وهغطي الحلة. طبعا انا بعملها من قبلها بالليلة. من بالليل. هغطي الحلة واسبها قد ايه? اسبها حوالي تمن ساعات. تمن ساعات لحد ما تبرد خالص. واسناء التمن ساعات دول ما تحاولوش تفتحوا الحلة خالص عليها ولا تبصوا ولا تعملوا ولا اي حاجة. سبوها كده ايه? بتخمر كده مع نفسها طول الليل. او لمدة تمن ساعات بمعنى اصلاح. بعد التمن ساعات بيكون ده شكلها شكل العجينة بتاعت الهريسة. بتكون متماسكة شوية كده. وفي نفس الوقت طرية معنا. سهلة انها تتشكل وتتفرد. بديها تقليبة بسيطة خالص او عاجلة بسيطة خالص خالص مش كتير. وهيكون عندي صاج الفرن اللي بيبقى مقاسه تلاتين في تلاتين. لو مش عايزين تعمله صاج الفرن. القانين مع اني هقولكو يعني زي تطلعوا الحاجة ما تتحروقش معاك عشان فيه ناس كتير قوي بيتحروق معاها المغبوزات او الحاجة فيه آآ صاج فرن الغامق. هي سهلة وبسيطة ان شاء الله. تابعوا بس معايا. المهم من الصاج ده انا دهانتوا بمعلقة كبيرة من السمنة حلوة محترمة كده من السمنة دهانتوا حلو جدا. وابتديت ان انا احط العجينة بتاعت الهريسة وهساوي كويس قوي وهجيب اسكليبر وهحاول لانا اساوي الوش حلو قوي قوي خليه املس خالص. ميجيبش مية عليها بقى ولا افرد بمية ولا اي حاجة. هي مع الاسكليبر كده رايح جاي. هيتفرد وتبقى سطحها حلو جدا. بالنسبة للتسوية في الاسناء دي الفرن بتاعي متسخن على درجة حرارة مية وتمانين. علشان الصاج بتاعنا غامق. لكن لو في صاج الامونيوم او في صنية الامونيوم هيبقى درجة الحرارة متين. لو الدرجة مية وتمانين ما تقلقوش خالص مش هتحرق معك ولا اي حاجة. هبتدي اعمل حزوز بالطريقة دي كده. هقسمها على ست اقسيم. عشان نبقى القطعة كده مناسبة ومتوسطة شكلها حلو. دوش كبير او. هعمل آآ خمس خطوط كده. بالطول وخمس خطوط بالعرض. ومجرد حزوز. انا مش بنزل للاخر خالص. تمام. وعلشان اؤكد على الحزوز دي ما تختفيش مع السوى. باخد الاسكليبر وبضغط عليها تاني. بالشكل ده. واي انكسرات عندكم. انا استعملته سوداني. ممكن تبقى لوز. ممكن آآ انجمل اي حاجة. وممكن تبقى سادة. فيش اي مشكلة يعني. الهاريسة دي موفرة جدا يا جماعة. ما بصوا لو تلاحظوا ما فيهاش لبن ما فيهاز زبادي ما فيهاش اي حاجات آآ مقدير كتير ولا مكلفة بصراحة. بحط كده شوية من السوداني. واضغطوا طبعا شوية كده في عجينة الهاريسة. والفرن زي ما قلت لكم سوخنا على درجة حرارة مية وتمانين. وعدخل السوك ده في نص الفرن. هتقعد معي حوالي نص ساعة. اوها رائبها برضو. بعد تلت الساعة كده ابدأ رائبها. اسناء ما الهاريسة بتستوي هلحضر الشربات. الشربات للهاريسة هيكون تلات كبيات كبار من السكر او اكواب معيارية. وكمان عندي كبايتين وتلت من المي. كبايتين وتلت. هقلبهم تقليبة حلوة قبل ما ارفع السكر مع المية على النار. لحد ما السكر يدوب شوية. وبعد كده هضيف شرحتين لمون. وهرفع الشربات ده على النار لحد ما يغلي. وهسيبه برضو لمدة دقيقة واحدة. ممكن تحطوا فانيليا حطوا ماء ظهر بعد ما شربات بتاعنا يجهز. بعد حوالي نص ساعة الحروف بدأت تلون طلعتها كده خلاص بقى الاعر بتاعنا او اسفل الهريسة خلاص استوى. هبتدي ان انا قطحها باستكينة بقى للاخر. هقطحها كايني باقطحها وهقدمها. هديها كده باستكينة كده كل الحزوص دي هتك عليها تاني او هعيد عليها تاني ورجحها شوية. في الاسناء دي الشربات بتاعي خلاص جهز. هضيف له. طبعا لو تلاحظوا الهريسة ما حطلناش خارس مادة دهنية ولا سمنة ولا زيت ولا اي حيج. السمنة بتاعتنا والمادة الدهنية هضيفها مع الشربات. هحط معلقتين ونص من السمنة وتكون سمنة بلدي. علشان ان دي طلع طمع معنا حلو. تمام? معلقتين ونص من السمنة دوبهم حلو قايف في الشربات. وهبتدي اسئي الهريسة بتاعتنا بصول الهريسة طالعتها زي الفل اللونها هتحفة لونها جميل قوي قوي قوي. والشربات سخن. والهريسة سخنة. هبتدي دينا سقيها كويس قوي. في الاول هتحسوا ان الشربات عايم شوية. لكن كل ما السبوع كل ما هتبتدي تشرب الشربات على مهلها. طول ما هي بتقبل في الشربات ادوها عادي. اول ما تلاقوا بدأ الشربات يعلى كده. مستوى ومنسوه يعلى خلاص كده يستكفت. وهتشربه وترجع تشربه تاني. زي ما قلت لكم انا مخدتش كل كمية الشربات. انا سبت الكمية دي. يعني حوالي نص كوباية كوباية لربع من الشربات. سبتهم على جنب. ونسيب الهريسة بتاعتنا تبرد تماما ونبتدي ان احنا نقطح. بص القطعة طلع بقطعتها ازاي? شرب الشربات كله. الشربات بيلمع كده وشكله جميل قوي مع السامنة. طعم الهريسة دي انا شايفاها ان هي حلوة قوي. مختلفة تماما على هريسة بتاعتنا. الهريسة بتاعتنا بتدوب. الهريسة المصرية تلاقها بتدوب كده في بقوكو. يعني فيه ناس بتحب قوي القوام ده. بالنسبة الاسكندرانية اللي زي حالاتي اللي بيحب الهريسة اللي بتمضخ شوية. زي هريسة طلعت كده وما شابه يعني. هتعجبهم جدا الهريسة دي نفس القوام بتاع المضغة بتاعة الهريسة بتاعة المحلات الاسكندراني. تمام? بصوا بقى القطعة كده من جوه عاملة زي شرب الشربات ازاي? وكلها آآ جوسي كده برضو في نفس الوقت فيها مضغة. بس ده كان فيديو النهاردة قدمت لكم النهاردة الهريسة السوري على اصلها مية مية. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كمان شير ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان اوصل لكم كل جديد ان شاء الله على قناتي. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيما حسن من قناة حلو حيد اما شيما. سلام عليكم.